اشتركوا في القناة كان ذلك في الثامن والعشرين من يناير بالتحديد عندما صدم المجتمع نيوزلندي بما صوره مواطن في احد الفيديوهات وقد نشر هذا الشخص الفيديو على موقع يوتيوب وشارك قصته في الوصف اسفله كما شرح المستخدم الذي يحمل اسم بيبر بوي انه ذهب هو واصدقائه الى منطقة مهجورة ليصوروا فيلما قصيرا ولكن قبل ان يتفقوا على انجاز هذا المشروع الدراسي تفرقوا في مجموعات وفي الاخير حدث امر غريب للفريق الذي يتزعمه المستخدم فقد قاطعهم زوج من الشباب المقنع وظن بيبر بوي انها مزحى من طرف رفاقه الى ان ادرك خطورة هذين الشخصين كانا يتحركان ببطء لكنهما لم يلاحقا الطلبة بل كانا يحدقان فقط من بعيد غير ان موقف بيبر بوي تغير جذريا عندما ادرك تفصيلا مرعبا في القضية فالمقنعان كانا يحملان اسلحة نارية لذلك فر الطلبة باتجاه الجامعة وسألوا اصدقائهم لكن لا احد خططا لذلك ومنه قررت طلبة الاتصال بالشرطة فقامت هذه الاخيرة بتمشيط المنطقة باسلحة داعمة بعدها رفعت الشرطة بيانا عبر فيسبوك داعية لاتخاذ الحذر اكثر ومعلنة انها بصدد البحث عن المقنعين ورغم انه لا توجد دلائل تؤكد حقيقة هذا التهديد الا ان الطلبة يصرون على الامر ومع مرور الوقت تم تسجيل تحذيرات اخرى لكن لا احد يعلم ما اذا كانت واقعا ام لا والى اليوم تجهل تماما دوافع هذا الزوج وماذا كان يفعلان مسلحان في الغابة لكن هناك من فسر الامر بتطرف يحاكي الاحداث التي شاهدناها في فيلم ذبورغ ورغم كل هذا وذاك فالكلمة الاخيرة تعود لك يتجاوز الواقع في الكثير من الاحيان الخيال وهذه الحالة لا تحمل جوابا والى اليوم لا يعرف احد سبب وقوع كل ذلك اذا اردت مشاهدة الفيديو كاملا ستجد الرابط في الوصف في الاسفل ان استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لذا قنوات هل تعلم اشتركوا في القناة